السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة الرياضية والإخبارية جياسكا أخبار طبعا بعد حدوث مشاكل في قناتنا الأولى جياسكا أخبار تيفي رنعوض نهلكم بالقناة هذه جياسكا أخبار الذي ما رح أجيب لكم إن شاء الله الحصري والجديد على أخبار شاببات القبائل حتى إن شاء الله يتحسنوا الأوضاع وتريق المشكلتين ونرجع لكم بقوة في كلتا القناتين إن شاء الله حصريا كما رحكم نشوفوا أول حصة تدريبية للمدرب الجديد يوسف بوزيدي مع شاببات القبائل المهمة رح نعطيكم تصريحات تعوه واش قال يوسف بوزيدي بعد نهار اليوم يعني تدريب الحصة والحصة تدريبية تعوه قال لك المهمة صعبة وليست مستحلة قال لك يعني المهمة راي صعبة بالصح ماش مستحلة بإذن الله وسعيد بالعودة وبرفع التحدي مرة أخرى قال لك راني فرحان بالعودة وزيد بيرفع التحدي مرة أخرى يعني رأوا أعلن التحدي لإنقاذ شاببات القبائل وزيد قال لك جمهور شاببات القبائل هو من سيكون له الضور الكبير في إنقاذ الفريق يعني قال لك الجمهور هو أول واحد يكون عنده الضور الكبير والضور الرئيسي في إنقاذ فريق شاببات القبائل يعني الجمهور هو اللي رح يحفز اللاعبين وهو اللي رح يحطم اللاعبين يعني لما يكونوا انتقاضات سلبية ورحيني هلكوها وكل شيء وانتمنى ان شاء الله انه الجمهور دي ما يدعمها وقال لك بتضافر جهود الجميع سننقذ الفريق من الوضعية التي يتواجد فيها وانقذ الفريق سابقا بفضل الجمهور واللعبين والتاقم الفني والاداري كذلك وهذه تصريحة هذه اللي قالها يوسف بوزيدي على شبيبات القبعيل وانتمنى ان شاء الله كل جمهور شبيبة يعطينا الاراء تأكم في التعليقات ماذا بنا نسمع الاراء تأكم في التعليقات كامل وانتمنى ان شاء الله توفيق لشبيبة القبائل وبإذن الله راح تكون مربوحة ان شاء الله لايك على الفيديو ابني في القناة وما تنساش بارتاجي هذا الفيديو مع كامل الجمهور